طيب ايه اللي اخبار مهم فجأة جده قال لك جي بي تي فايف و اوبن اي اي اعلنت عن جي بي تي فايف وحاجات كده اللي هو يعني بقى شابهك قوي هو تحديث جديد شايف نفسه مثلا عندك حاجة في الاعدادات اسمها التخصيص خش على حاجة اسمها التعليمات المخصصة تقدر بقى تكتب له الاسم اللي انت عاوز يكلمك بيه مثلا انا هقول له اسمي المتوضع مع المحترم محمود بي خضر فلما هيجي تكلم معي هيكلمني بنفس الاسم اللي انا كاتبهوله الوظيفة هقوله على بابا الله وروح بقى بعد كده اختاري السيمات الشخصية بتاعت هو مش بتاعتك انت بس انت هتختار بناء على دماغك انت بص يا جماعة هو الموضوع واضح هم عاوزين يعملوا حاجة شبهك المهم هتلاقي عندك شخصية افتراضية ودي اللي احنا متعودين عليها لكن عندك بقى الساخر وده مش هيبطل نقد ولا سخرية وده طبعا انت عارف هتختاره امتى بس لو انت حاسس ان انت فيك من انسان قالي اختار انه يكون قالي هيجيب سكة معك المستمع ده بقى كده ايه يعني تقدر تقول كده ما بيتكلمش هو هيسمعك بس احكي له بقى مشاكلك وظروفك واحوالك هو اه هيرد عليك بالقطارة بس هو هيراقي مشاعرك نيجي بقى الجيك جيك ده بقى انا اول مرة اسمع الاسم ده في حياتي بس هو بيقولك انه محب للاستكشاف وده بقى تختاره لو انت بقى مثلا ايه من التشباعة عالدنيا يعني تشالوه بقى سوا مش كده وبس ده انت كمان تقدر تحط لشات جي بي تي مبادئ يمشي عليه مثلا قالك السمات التي ينبغي ان يتحلى بها شات جي بي تي ربيه انت بقى انا عن نفسي هكتب له انه هو يكون ناصح يفهمه وهي طايرة بيحب اللف والدوران ومثير للجدل خلي بالك كلمة مثير للجدل ده حط لتحتها تسعتاشر الف خط انا كده محتاجين الام زيادة اهزر طبعا بس انت اكتب اللي انت عاوزه سيبك بقى من الكلام ده كله انا حاسس ان في حاجة هتشائلي بكيان شات جي بي تي وده من وجهة نظري التي لقي مثالها ارجع خطوة الورا هتلاقي حاجة اسمها لون التمييز اضغط عليها واختار لون الدردشة هتلاقي شوية الوان انما ايه اعناب اختار بقى لون اللي انت عايزه عشان يرزهر معاك في الدردشة احنا كده عايزين بقى نعرف الفرق ما بين جي بي تي فايف والاصدارات اللي قبله صح مص يا سيدي اول فرق هتحسه بين شات جي بي تي فايف والاجالة اللي قبله هو انه بقى حافظ اكتر من اي وقت فات عارف انت مثلا لو انت بتتكلم معاه مسام فانت سيبته ساعة ولا نص ساعة ولا يوم بحاله فبترجع للمحادسة لو جيت تكمل معاه هيكمل معاك بنفس الساعة ودي حاجة طبعا ميزة كويسة جدا قالك ليه بقى قالك لان حجم الكونتيكس بقى اكتر من ربعمائة الف توكن انا والله مش فاهم دي معناها ايه تم تخيلوا رقم دي بقى نقلة جبارة لان تشات جي بتي فور كان بينسة بسرعة يعى لو سبت المحادسة ورجعت اكملت ممكن تلاقي ديني يا بعافية معا شوية نسي في حاجات كده انت لو عملتها ديني هتوزبط معاك لايك سبسكرايب شير تعليق قالك كمان الصوت الفويس مود اتطور جدا وتحس كأنواء طبيعي بالضبط كأنك بتتكلم مع شخص طبيعي بزيك الصاحبي عامل ايه انا تمام والحمق لله انت عامل ايه يا رب تكون بخير وبحصن حال لو محتاج اي مسادة في اي حاجة انا تحتامك الصوت بقى واضح اكتر اسرع والجميل بقى انه هو شغال في النسخة المجانية يعني ما فيش نية انه هم مثلا يوقفوه او يخلي به فلوس ممكن تلاقي الصوت ده متاح معاك في اي وقت ده كلامهم الجي بي تي فايف جاي بالتلات نسخ جديد الميني والعادية والبرو وقال لك ان البرو دي بقى فيها حاجات متقدمة جدا طب هي هيفرق ايه عن بعض العادية اللي انت لما تيجي تفتح وتستخدمه ببلاش هيشتغل معاك شواء بعد كده يقول لك خلاص انت جبت اخرك فهيحولك على الميني يعني انت مش هتخرج برا للفايف بس هينزلك على الميني اللي بيبدأ يقليلك في الامكانيات انما البرو دي بقى اللي هي بفلوس بس بيبقى كل حاجة فيها عليها من ضمن الحاجات الحلوة الجديدة بلاتك وزبط لك الدنيا هي ايه الموضوع ده ممكن يكون كان موجود اصلا في جميناي قبل كده بس هو يعني انضاف جديد لجهات جي بيتي ما هو ما ينفعش ان انت تكون وصلت لحد هنا في الفيديو ما دوسش لايك يعني البرمجة البرمجة بقى قال لك سكة تانية خالص يعني لو انت بقى بتحب المرمجة قال لك البرمجة لقى الدنيا اتطورت خالص هيعملك اكواد اكتر اطول هيتعامل مع الاكواد الصعبة والسهلة يعني هيدلك هتحس بفرق ما بين الاكواد في جي بيتي فايف عن الجي بيتي فور قال لك حتى الكابشنز بقت اكبر واوضح لو انت هتتكلم معاه بالصوف الحسابات والتحليلات بقت ازكى واضك قال لك بقى فيه ميزة في النسخة البروبس هي مخفية شوية بيقدر يعملك محادثة وهمية مع كائن سري دي يبصلك ويتفاعل معك كأنك في مكالمة حقيقة معاه وقال لك كمال ان هو بيدعم ان انت ترفع من 10 ل 15 صورة اعتقد ان في جي بيتي فور كنا بنرفع 3 بس ده طبعا في الاستخدام المجاني بس انت كده كده لما تجي تستخدم ممكن يقبلك مشكلة لان اكيد فيه كيودة عالصور بص بقى شاة جي بيتي تتقدر تعرف لي ايه اللي في الصورة دي طب هجبلك بقى سؤال صعب ايه بقى اللي في الصورة دي بالنسبة للصرعة قال لك ان الصرعة بشكل عام ممكن تكون زادت بنسبة 40% ده طبعا رقم كويس جدا كده انت بقى وصلت لمرحلة الوحش لو انت مش مشتريك في القناة لازم تشترك حاجة كمان ان هو بقى بيختار النموذج المناسب بدل ما تقعد تبدل وتعمل كده لها هو بقى يتأقلم معك من البرومت اللي انت بتكتبه ويبدل نفسه بنفسه من الاخر هو قال لك ان جي بيتي فايف بقى اسرع وازكى وبقى اقرب للبنى ادم في طريقة التفاعل بتاعته يعني هتحس الفرق من اول محادثة هتعملها مع جي بيتي فايف طبعا كل الكلام اللي انا قلت ده من وجهة نظر لكن التجربة غير وخصوصا ان في ناس قالت ان جي بيتي فايف اغبى من جي بيتي فور وان هو عادي جدا وان هو بطيء ومعلوماته مش مزبوطة كل دي التهمات تم توجيهها للجي بيتي فايف شات جي بيتي ما اردك على التهم الموجهة اليك ولا تتفيد بانك غبي بطيء ومعلوماتك غير دقيقة ما بيردش قررنا نحن محمود خدر بقى حالة شات جي بيتي لغرفة العمليات لاختباره ومعرفة ما اذا كان التهم صحيحة ام لا يلا بينا انا عنافسهما لو هيخيرونوا ما بين الجي بيتي فور والفايف انا هاخترش هي الربيع بصراحة بيزبط دماغي جدا جبتلكم هنا بقى شات جي بيتي وغرفة العملات تعالى بقى كده ندلو عمر حلوة كده في السريع ونشوف هيعمل لنا ايه اكتب لي قصة عن قطة بتسافر للفضاء وبتبحث عن كوكب في جبنة اظنوا ده بقى مباشر المهم هنا كتاب لي قال لي كان يا مكان في مدينة صغيرة كان في قطة مش مش هي حلوة بس شائية المهم اللي قطة قامت وراحت دورت على كوكب شوكولاتة مع جبهاش سمك طير مع جبهاش وبعد كده راحت لقت كوكب بيلمع فجأت ان هو كوكب الجبنة ما هو مش معنى ان انا هديك برومتو مباشر يا شات جي بتي ان انت ترد علي الرد السخيف ده دي مش قصة يعني ده سلق بيض امال ايه الصح بقى الصح ان انت لما تيجي تعمل لي قصة تعمل لي شخصية بتاعتها وتعمل لي شخصيات جديدة في القصة وتعمل لي خلفيات وتعمل لي مغامرات مفروض تدي له تفاصيل حتى لو كده ما احنا بنطور ليه تقييم الحدد اللي وقت في ديت خمسة من عشر طب تعالي بقى كده ندي له حاجة في البرمجة ازاي اعمل كود يحسب مجموع الاركام الزوجية من مصفوفة في بايسون حلو رد علي هنا بمثال بسيط في بايسون وقال لك هنا التجربة والكود بتاعه وبعد كده بشروح لك الفكرة وعمل لك كود مختصر وكمان عرض عليك ان هو يعمل لك طريقة تشتغل حتى المصفوفة فيها اعداد سليبة او صف اللي هيقيم لنا بقى الحتة دي هتجمع بتوع البرمجة طب ما تيجي بقى كده ندي له كده برومت فلسفي ليه الناس عاد بتفضل الراحة عن نجاح قال لي بص يا محمود الموضوع ده ليه جانب نفسي وجانب عملي وبدأ ان هو يدينا عدة اسباب وبعد كده كتاب لي اختصار بصراحة انا شايف ان الاجابة منطقية ولكن مختصرة جدا طب هو ليه ما دخلش في تفاصيل وتحليل نفسي وداني امثلة وربطها بعلم الاعصاب وجاب لي حاجات كده تتأثر في مشاعري فانا هسأله كده السؤال ده وهشوفه هيرد عليها ازاي قلتولي انت ليه ما بتردش عليها بتفاصيل اكتر وتحليل نفسي وامثلة من الحياة وتربطها بعلم الاعصاب بدأ هنا بقى المرة دي يتكلم بقى بعمق شوية هيبدأ بقى يتكلم عن الاسباب ويديك مثال على كل حاجة والدوبامين ومنطقة الراحة ودور مش عارف ايه والعادات واعادة البرمجة برضو هو هنا استجاب للكلام بتاع بس احنا كنا عايزين الشج بتي يكون اقوى من كده ان انا مجرد ما اتكلم معاه في حاجة عايز يفطفض يطلع كل اللي عنده ما يسكتش طب خد بقى البرومت ده اكتب لي برومت بالانجليزية باسلوب جاسم برومت اللي عمل صورة لهذا الوصف صورة كاريكاتية اللي راجل واقف برجل واحدة على طوبة اصغر من رجله وشال اوتوبيس بايده ورفعه الفور لو بيفهم هكتب لي البرومت بصراحة كتبه بسرعة لا بصراحة سريع 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 الجميل بقى ان هو كتبهو لي بصيقة كأنها يعني كود مهم يعني كله هو عامله هنا فلي كوس وفتح لي كوس على اساس ده بقى ان هو ايه عجبني سروعته بس هنيجي هنا نقول له ايه صمم الصورة بابعاد تاشر لتسر يطرى بقى هتاخد من هنا وقتها الدقيق عمال لي هنا الصورة بس هو غياب يعني هو خد تقريب النفس المد اللي كان بيعملها بس لاحظت حاجة حالوة لو ضغطت على علامة ازاي ديت هتلاحس كده جايب لك كزا حاجة من ضمنها لو حاجة لو انت عايز تفعل نظام المذاكرة وحتى لو ما فعلتوش هو هيفهمك والديب سيرش لو انت عايز تبحس والسينك لونجر لو انت عايز ويفكر معك اكتر وشواء حاجات بسيطة كمان زي الويب سيرش والكانفاس والحاجات دي كلها انت اصلا لو انت اختار كان يكون موضوع اسهل شوية بالاضافة ان هو كمان جايب لك انا بعض الاسطالات اللي ممكن تستعين بها في انشاء الصور بص او انا مش بقول ان هو وحش يعني انا كده كده ببعارف ازاي استفيد منه كواس جدا وبعارف ازاي يديلو البريف والمواطعات والحاجات دي واقدر اخد منه النتيجة اللي انا عايزة بس انا كنت تفكر بقى ان هم يعني هيريحونا شوية بقى ويخلوه يبقى اعمق من كده طيب كده انا بقى وصلت معك لنهاية الفيديو اتكلمنا عن كل التفاصيل بس كنت عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا بتعرف ايه اللي هيحصل لو انت دست اشتراك وفعلت زر الجرز هتشوف كل الفيديوهات الجديدة يا الله سلام.